اشتركوا في القناة لذلك لأنه تناول كمية كبيرة من الملح تفسد التوازن الطبيعي للجسم لذلك فإزالة الملح من طعامك لمدة أسبوع فقد تضمن لك تغيرات هائلة مما يحافظ على صحتك ثانيا المحافظة على معدل ترطيب الجسم لأن السهلاك الملح في طعامك يجعل الجسم جافا جدا وليسفيد بكمية السواء التي نتناولها لذلك الطريقة المثالية للحفاظ على ترطيب جسمك خصوصا في الصيف هي عدم إضافة الملح لطعامك ثالثا المساعدة في التخلص من الوزن الزائد وذلك لأنه يعتبر تخلص من الوزن الزائد من جسم أهم المنافع الصحية التي يمكن حصول عليها من خلال توقف عن إضافة الملح لطعامك فالأشخاص الذين لا يستهلكون الملح في نمط غذائهم يخسرون الوزن سريعا جدا رابعا سوف يصبح جسمك مليء بالمزيد من الطاقة والحيوية والنشاط وذلك لأن من الفوائد الصحية لعدم تناول الملح أنه يجعل الإنسان يشعر بالنشاط والطاقة الزائدة خامسا تخفيض ضغط الدم المرتفع حيث يعتبر تناول الملح بشكل أقل أو الامتناع عنه نهائيا عاملا هاما في الحفاظ على مستوى ضغط دم مستقر كما يقالل الشعور بالتوتر للأشخاص المصابين بضغط الدم طبعا سادسا سوف تحمي نفسك من التعرض للأمراض ومن الفوائد الصحية للامتناع عن تناول الملح هي الحماية من التعرض للأمراض الخطيرة مثل السرطان وذلك أعلن عنه الخبراء أن الأطعمة الغنية بالملح ترتبط بسرطان المائدة أمراض الكلي وأمراض أخرى متعلقة بالجهاز الهضمي سابعا تعمل الملح أو يعمل الملح على المدى الطويل من تناوله على قتل براعم التذوق في الفم ولتجنب هذه المشكلة يجب عدم تناول الملح أو الامتناع عن الملح وتناول كمية مناسبة من الفوائد والخضروات والتي تتبر صحية أكثر لذلك ينصح بتقليل الملح أو الامتناع عن استهلاكه وذلك لعدم القضاء على حسد التذوق مع المدى الطويل ثامنا سوف تحمي نفسك من التعرض للسكتات الدماغية لأنه يعتبر الملح من الأسباب الأساسية للتعرض للسكتات الدماغية وعندما نمتني عن تناول الملح أو إضافة الملح في الطعام فتعود معدلات دفق الدم لطبيعتها مما يحافظ على نشاط المخ ولذلك يقلل خطر التعرض للسكتات الدماغية تاسعا تحافظ على صحة العظام أو سوف نحافظ على صحة عظامنا وذلك لأن الملح أو استهلاك كمية كبيرة من الملح تتسبب في تدمير الكالسيوم الموجود في العظام مما يعود على الجسم بالإصابة بمرض هشاشة العظام كما يؤثر سلبيا على الصحة بشكل عام أما تناول قليل فقط من الملح فهو يطيل من العمر لذلك ينصح بعدم تناوله لكبار السن عاشرا إذا كنت تعاني من السكر في الدم أو لا تريد أن تعاني من صفاع معدل سكر الدم في المستقبل فيجب عليك الامتناع عن أكل الملح وذلك لأنه يزيد خطر التعرض لمرض السكري عن طريق ارتفاع ضغط الدم بالنسبة للنساء أيضا فعدم تناول الملح أو تقليله فهو يقلل انتفاح قبل وأثناء اقتراب موعد نزول الحيض سوف تحمي نفسك من التعرض لأمراض الكلي وذلك لأنه يعمل تناول كيميات زائدة من الملح لاتفاع ضغط الدم مما يؤدي لتركيز الكالسيوم في الكلي وتكوين الحصى لذلك يجب أن تحاول الامتناع عن تناول الملح فقط لأسبوع وكانت هذه هي فوائد الامتناع عن تناول الملح أسبوع واحد فقط هذا يعني أنه ليس لديها فوائد فهي لديها فوائد أيضا لكن أضرارها أكثر من فوائدها كان هذا الفيديو اليوم أتمنى أن تشاركوا في القناة لكي يتصلكم جميع فيديوهاتي وجميع وصفاتي ونصائحي إذن إلى اللقاء